كل اللي قاعد يصدر عن العباس تصدر مسألة البطولة بس زيارة الصادق عليه السلام لعم العباس ما ذكره البطولة بحرف واحد شي يقول في زيارته أشهد لك بالتسليم والتصديق والوفاء والنصيح تسليم تدري أبو الفضل العباس ما قال لا لإمامه أبداً ما قال لا للحسين هذه درجة ليشه وقرب من عندك طول حياة ما قال لا أي أمر يأمره الحسين يفعل تسليم أشهد لك بالتسليم والتصديق والوفاء والنصيح بعد أشهد أنك مضيت على بصيرة من أمرك مدح مدح بصيرة بصيرة زيني من أخذ هذه البصيرة مقتدياً بالصالحين ومتبعاً للنبي بعد فنعم الأخو المواسي لأخي شي يقول في زيارته يقول لعن الله من جهل حقك أكو حقي اللي أبو الفضل علينا الحق الأول حق الجسد المقطع هذا شلون نرفع الحق؟ بالدموع بالحرقة بالبكاء بالجزع بالآه باللطم هذا نرفع حق شنو؟ الجسد المقطع وحق العباس العالم العباس العباس زق العلم زقه العباس تتلمذ على يد أمير المؤمنين على يد الإمام الحسن على يد الإمام الحسين على يد الإمام السجام أربع من المعصومين هم أساتذته كان يدرس من علماء أهل البيت فحق العالم الاستماع وحق العالم الاتباع وحق العالم تبني المنهج هذا حق الفكر المضيع للعباس مو فقط عباس عنده قضية جسد مقطع أين تراث العباس؟ سلام الله صاحب الإصابة من يترجم للعباس بن أمير المؤمنين يقول وروا عن أبيه علي بن أبي طبيب روايات عنده أين أحاديث العباس؟ العباس عاش ويأ أمير المؤمنين من سنة 26 المشهور إلى سنة 40 هاي لأربعة عشر سنة وحسب رأي العلامة الكرباسي إذا مولو سنة 18 هاي راح صير 22 سنة ويأمير المؤمنين أين أحاديث العباس؟ سمعتوكم حديث ينقل العباس على أمير المؤمنين ما وصل إلينا شو هذا الجزء من الظلامة العظمى التي مر بها سيد قمر بني هاشم سلام الله ولهذا لعن الله من جهل حقك بأنك عالم مفروض تتبع بأنك شهيد المفروض تقدس بأنك نور من أنوار الهداية على مستوى الأرض لابد أن تتبع ترجمة نانسي قنقر 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 ترجمة نانسي قنقر